طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه فيه جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رد الآيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تبزقا يا رمجي القرآن حبا